السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة تكنولوجيا وفائدة في هذا الفيديو سوف أشرح لكم ميزة جديدة من فيسبوك وهي إنشاء أفتار أي صورة رمزية ووضعها بدل صورة الملف الشخصي إذا أحببتم قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد إذا أعجبك الفيديو اشترك بالقناة اضغط على زر الجرس فعل كل الإشعارات ليصلك كل جديد في البداية نقوم بالذهاب إلى تطبيق فيسبوك هذا هو التطبيق هذه واجهة التطبيق نقوم بالضغط على القائمة هذه الخطوط الثلاثة المتوازية الآن نضغط على عرض المزيد نلاحظ في الخيار الثالث الأفتار بالضغط على الأفتار جاء التحميل الآن كل ما علينا هو أن نقر على التالي في البداية نقوم بتحديد لون البشرة كل شخص يقوم بتحديد لون البشرة حسب لون بشرته أو حسب ما يحب ثم نقوم بالضغط على اختيار الشعر بإمكانك اختيار الشعر وأيضا بإمكانك اختيار لون الشعر تحدد اللون والشكل ثم تنتقل إلى شكل الوجه تحدد شكل الوجه ثم تنتقل إلى العيون تحدد شكل العين وأيضا لونها بإمكانك اختيار لون العين أيضا بإمكانك تختار الرموش من ثم بإمكانك اختيار الحاجبين أمكانك اختيار إذا كنت تلبس نظارات أم لا وشكل النظارات ولونها الأنف الفم وإذا كان هناك روج أم لا الشوارب والذقن أيضا اللون الملابس القطاع الرأس أيضا بإمكانك اختيار اللون بعد اختيار هذه الخيارات كل ما عليك هو الضغط على التم والآن يتم تحميل الأفتار الخاص بك ثم نقوم بالضغط على التالي بإمكانك استخدام الأفتار طبعا في التعليقات وأيضا بإمكانك مشاركة الأفتار كملصق ويمكنك استخدامه في أي مكان يمكن إضافة تعليق فيه نضغط تم هنا خيارات إذا كنت تريد المشاركة أو التعديل أو إضافة الملصقات لحظ هذه كلها الملصقات إنشاءات حسب الأفتار الخاص بك وبإمكانك استخدامها هنا للتعديل وهنا للمشاركة إذا كنت تريد أن تقوم بمشاركته أو تعيينه كصورة ملف شخصي هذا كل شيء أتمنى أن يكون هذا الشرح مفيد لكم وأن ينال إعجابكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر